مشاكل وعرقل كثير يعاني منها سائق سيارات الأجرى في الجزائر قلة الاهتمام وغياب الدعم وشكاوى من كترة الضرائب رخص الاستغلال وانشغالات أخرى باتت هاجسا يقلق العاملين في هذا المجال هو أولا قلنا عدم الاهتمام بهذا القطاع من طريق الإدارة من أهم المشاكل قلنا قضية رخص الاستغلال ماشي متوفرة ماشي متوفرة بصفة تستجيب للطالب الموجود عدد سائق سيارات الأجرى ثانيا قضية الضرائب لازم تحديد قيمة الضرائب رغم العدد الكبير لسيارات الأجرى الذي يبلغ عشرين ألف سيارة إلا أن الإقبال عليها ضعيف جدا في ظل المنافسة الشرسة من أصحاب تطبيقات الهواتف الدكية وشركة التاكسي دون الحديث عن ظاهرة الكلوندستان اليوم فتحوا المقاعد كتروا تاكسي الله يبارك كنا حوالي ثمين ألف تاكسي في ولد الجزائر اليوم رحي حوالي في عشرين ألف قضية الأبليكاسو هذه الموجودة اليوم ظهرت يعني رحي شكل منافسة غير شريفة في الميدان اليوم رحي تظهر شودي شامبينيون سائق سيارات الأجرى يشتكون واقع المهنة والمواطن أيضا يشتك من عدة تجاوزات يرتكبونها وخاصة في مجال التسعير وبين هذا وذاك يبقى ضبط هذا النشاط بتدابيع أكثر سرامة كفيلا برد الاحتبار للمهنة وتحسين الخدمة العمومية